فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا مرحبا شيخنا الحبيب أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد ولكني متحفظ على بعض ما ورد في مقدمتك من هذه الألقاب ربع الله قدرك شيخنا الحبيب لا 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 الله يكرمك كن هينا على أخيك أحسن الله إليكم وبارك لنا في عمرك في طاعتك الله يبارك فيك شايخنا الحبيب يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك في طاعتك وأن يديم عليك الصحة والعافية وأن يرزقنا أياكم حسن الخاتمة نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الإجابة على أسئلة السادة المشاهدين أهلا وسهلا بيكم السادة المشاهدين شاقنا الحبيب هنا سائل كريم يسأل على السوشيال ميديا تظهر بعض التدوينات يطلب فيها ذكر الله عز وجل أو الاستغفار أو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لو أنني لم أجيب على سؤالي هذا الذي يكتب التدوين على فيسبوك أو تويتر هل أكون آثما أم لا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد في الحقيقة هذه فعلا أصبحت ظاهرة على كل وسائل للتواصل الاجتماعي حتى على الواتس أب تأتيك الرسائل يطلبوا باعثوها لاستغفار في توقيت معين صحيح بل ويبالغ بعضهم في أنه يطلب من المستقبل للرسالة أنه يجيب بنعم يعني خلاص أنا فعلا استغفرت أنا دعوت أنا صليته على النبي صلى الله عليه وسلم فالحقيقة هذه الظاهرة لا أرى فيها سلفية لا أرى فيها سنية إنما مش معنى كده أنه التواصي بمثل هذه الطاعات والقربات على سبيل التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هذا شيء لا بأس به يعني ذكرني أخي الحبيب برسالة لا تنسى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أقول لك جزاك الله خيرا وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت أو ذكرني بالاستنفار أو بالدعاء في أوقات الإجابة نعم ذكرني لكن لا تجعلها على سبيل المتابعة الجروبات الإخوة الأخوات يتابعوا أنا انتهيت من الجزء العاشر والتانية تقول أنا انتهيت من الجزء الخامس عشر باب التنافس في الخير فهذه المتابعات نعم يخشى فيها على النفس أن تدخلها يدخلها من العجب ويدخلها من الرياء ما يدخلها إنما لو أنهم مقتصروا فقط على التذكير بمثل هذه الأمور الطيبة كالدعاء في أوقات الإجابة أو الاستنفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك فسيكون الأمر لا بأس به إن شاء الله عز وجل والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن شاء الله حبيب حتى وإن كان هذا الجروب المغلق مثلا مجموعة قليلة من الأصدقاء يتعاونون على الطاعة فيها ويتنافسون في الخير كما ذكرت فضلتك مثلا جنا في شهر رمضان الكريم أو في أي موسم من الطاعات فنتنافس في قراءة ورد القرآن مثلا فأنا ختمت جزء صديقي سيقول أنا ختمت جزئين من باب التنافس وحب الخير هل حاجة تفضل هذه الطريقة؟ الحقيقة لا أفضلها أستاذ أحمد ليه لأنها إن حملت وجها إيجابيا اللي هو قصة التنافس وفي ذلك يعني فليتنافس المتنافسون لكن نحن نخشى كثيرا على شر يدخل في النفس يعني عرفت الشر لا للشر ولكن ليه توقيه فالإنسان يجب أن يغلق عن نفسه الأبواب التي تدخل منها الشرور كالعجب أو الرياء أو ما شابه ذلك ويكتفى في مثل هذه الجروبات من مسألة الإعانة على الخير الإعانة يعني التذكير أذكرني بأوقات الإجابة أذكرني بفضل القرآن أذكرني بفضل الدعاء ولا الاستغفار ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفى بهذا القدر حتى لندخل بالنفس في مزالق يخشى عليها أنه يفسد العمل اللي احنا اجتهادنا من أجله أو أقمنا المجموعة أو الجروب من أجله هذا والله أعلم الشيخنا الحبيب هنا السائل يقول لو أنه في بعض الأحيان الكاتب على فيسبوك مثلا أو موقع التواصل يقول وعدني أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو هنا يقول إذا أنا قرأتها قرأت وعدني دي فصار هذا الوعد واجبا علي أم لا يا أخي الحبيب بعضهم يبالغ أكثر هذا يقول حلفتك بالله حلفتك بالغالي حلفتك بالله أو التاني يقولك حلفتك بالغالي زي حضرتك ما ذكرت أنه ما عندهش فتح طبعا أنه الحالب بغير الله لا يجوز حتى لو فعل هذا فإني إن وعدت أعيد هذا في نفسي ولا أعلن للمرسل ولا لأعضاء الجروب أن أنا خلاص وعدت وبالتالي أبدأ أحدث نفسي يا طرى الوعد ده طب لو أخلفت وأكون من من أخلف الوعد لسي ما أنا أكون في طاعة شيخنا الحبيب أعيدني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرة مسلا أنا بتيجي الرسائل عندي كتيرة زي كده عشرات الرسائل في اليوم أرد على الباعث للرسالة وأقول جزاك الله خيرا نعم بس إنما مسألة أنه أعد وطب يا طرى أنها أخلفت ولا وفيت ولو أخلفت علي إسم ولا أنا من صفات المنافقين كده فهذه دوامة لا آخرة لها لكن النصيحة العامة في القصة دي أنه يكتفى بالتذكير والنصيحة والإرشاد وده هو ده التعاون على البر والتقوى أنت رسحتينه وذكرتينه كده خلاص تعاونت معي على البر والتقوى بل ربما أنت أعنتني أيضا عليها أنا كنت غفل عن الوقت بتاع الإجابة فأنت أعنتني ونبهتني خلاص كسر الله خيرك وجزاك الله خيرا عند هذا الحد ولا نريد أن نتجاوز أكثر من هذا هذا والله أعلم نعم جزاك الله خيرا الشيخ الحبيب هذا يرفعنا شيخ الحبيب إلى سؤال متعلق بنفس المسألة وهو الرسالة التي تتكرر كثيرا تقريبا من الشيخ أحمد حارس المسجد النبو هذه يعني لا تنتهي بدأ من زمان بنشوفها وحتى الأم استمرت ويقول لك فلان عملها فربنا أكرمه فلما عملهاش ماتوا أولاده وبتنزجته والبعض من الناس يصدق هذه الخرافات حتى هذه اللحظة يا اللهي أنت أحسنت أستاذ أحمد لما ذكرت في آخر السؤال أنها خرافات صحيح هي بالفعل خرافات ما أنزل الله بها من السلطان وكانوا بيقولوا أن الشيخ أحمد المذكور في الرسالة دي بالمناسبة يبقى لها أكثر من 40 سنة صحيح تتداول قبل حتى مواقع التواصل الاجتماعي كانت تأتي على الموبايلات العادية الرسائل العادية المكتوبة وأحيانا كانت توزح في أوراق أمام المساجد والجمعيات والكلام ده وسبق لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى وكان في هذا التوقيت رئيس إدارات الفتوى والإرشاد وكده قبل أن يتبوء المنصب اللي استحدث فيما بعد المفتي العام أصدر بيان بخصوص هذه القصة وقال أصلا خادم الحجرة النبوية ما عندنش حد يسمه أحد فهذه من الخرافات وللأسف الشديد بعض الناس اللي هم حسن القصد والنية لكنهم يعني يغيبوا عنهم كثير من العلم بهذه الأمور يصدقوا ويحرصوا على إرسالها ومتابعة إرسالها للآخرين ولك إحنا عايزين نعمل مليون شير للرسالة المزعومة ديت وهي في الأصل مبنية على خرافة ما أنزل الله عز وجل بها من السلطان وأنا شخصيا كم توردت على يدي الرسالة من 40 سنة بترد عندي يدي الرسالة ولا أصنع بعدها شيئا الرسالة تيجي كتورقية نحطها ميركنها وخلاص تيجي على الهاتف العادي الرسالة المكتوبة العادية قبل مواقع التوصل برضو يعني أعتبرها كأنها لا شيء وصلني ليه لأنه لا ينشغل الإنسان بغير العلم إنما هذه خرافات وجهالات لو الإنسان انشغل بها ستشغله النفس بها ويبدأ يضع ميزال التشاؤم والتفاؤل بها فلو إنه تعب شوية وجل نزلت برد لأنه أنا قصرت أنا بعدت لمثل 99 وكان المطلوب أبعت لمية يا شيخ هذا أقدر الله سبحانه وتعالى والمسلم عقيدته التي لا تختلف على نفسه وقلبه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وبعدين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نحن ننشغل ونعتقد فيما فيه علم وبرهان ودليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجبني جدا وتريحني نفسيا جدا القاعدة التي أطلقها الإمام الشافعية عليه رحمة الله تعالى لما كان يضع ميزان للمقبول والمردود فيقول لو كان خيرا لسبقون إليه يقصد السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئم عليهم رحمة الله تعالى لو كان خيرا لسبقون إليه عمر الحجرة النبوية أكثر من 1400 سنة يعني فين الرجل الخادم ولا الحاجب بتاع الغرفة اللي هو كان يتواصى مع الناس وشفت النبي وما شفتش النبي والكلام ده فدأي ريحنا جدا هذه الأمور ليست من عمل السلف ولا برهان عليها ولا دليل لكنها عبارة عن خرافات يتورثها الناس ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ومن اللغو لانشغال بها رضي الله عنكم شيخنا الحبيب والبارك الله فيكم سائلة كريمة هنا تسأل تقول يوجد مشكلة في بيت عائلة زوجي مع حماتي وأنا في الحقيقة ذهبت إلى أحد الدجالين وأخبرني أن حماتي قامت بعمل سحر لي فبما تنصحني وهل زيارتي لهذا الساحر تعتبر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتعرفا أو سحرا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد مع العلم أنني لم أكن أعلم أنه ساحر ولكن أخبرتني صديقة لي أنه شيخ يعالج بالقرآن الكريم لكنني اكتشفته بعد أن زرته وسألني عن اسم أمي وبعض الأشياء الغيبية نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد الحقيقة سيد أحمد السؤال ده بيستفزيني جداً مش بيستفزيني يعني بيخليني أنفعل وأغضب لكن يستفزيني أننا أناشد إخواننا وأخواتنا ألا ينشغلوا بمثل هذه الأمور الجن والسحر والعفريت والأعمال والأصحار والحسد في ناس أيمة نيمة على هذا الفكر وعلى هذا الاعتقاد إن أصابه شوية صداع يمكن حد حسدني إن أصابتها نزلت برد يمكن حد عمل لي خاصة في العائلات والأسر اللي هي نقدر نقول البيوت اللي فيها اختلاط اختلاط صحيح آه يمكن سلفتها عملت لها وطبعاً فك الاشتباد بين الزوجات والحموات شيء شبه مستحيل لا يمدهي يعني شبه مستحيل هي معضلة هي صحيح فأختنا أو بنتنا السائلة نعم أخطأت حينما يعني لجأت لهذا الباب نعم بصرف النظر حتى لو أخونا ده معالج بالقرآن الكريم آه وأنا عادة بقالي عشرين سنة مناشد الإخوة من خلال الدروس أو الخطب أو حتى على الشاشات نعم وأقول لا تذهبوا لمعالج حتى وإن احتجنا نعم يعني حتى وإن شعرنا بشيء يستدعي الرقية لا تذهب إلى معالج معالج عنده إيه؟ صحيح عنده الرقية بتاعته القرآن تمهه القرآن عندك صحيح عنده الرقية النبوية في الأدعية والأذكار ما هي الأذكار والأدعية دي عندك فعلا فلا يستحب أبدا ولا يفضل إطلاقاً الإنسان يذهب أو الأخت بالذات طبعاً تذهب إلى معالج على الإطلاق حتى ولو كان يعالج بكل كتاب الله عز وجل وبكل ما ورد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عالج نفسك بنفسك ما تنشغلوش يا إخوة يا أخوات بمسألة التشخيص أصل هو عشان يعرف هو عفريت ولا حسد ولا عمل ولا سحر أنت منشغل ليه بالتشخيص يا سيدي لو كان حسداً فعلاجه القرآن والأذكار والأدعية صحيح ولو كان عملاً فعلاجه القرآن والأذكار والأدعية نعم ولو كان مساً فعلاجه الأذكار والقرآن والأدعية إذن مدام الدواء في النهاية واحد وهو متاح بين أيدينا في أنفسنا وقلوبنا وبيوتنا نعم فأنا ليه رايح لمعالج يلعب بي يمنة ويسرى وده يقول لي عمل أمشي ورشوية والثاني يقول لي لا ده مس أمشي ورانا شويتين نعم والثالث يقول لي ده عين وحسد وحاجة بشعة شويتين أمشي ورانا ثلاثة شويتين تب ليه كل ده؟ ليه الدوامة دي؟ خليك في رقية نفسك بنفسك ليه حتى على الأقل ما نقعش في هذا الخطأ اللي وقعت في أختنا لما ذهبت إلى رجل ظن منها أنه معالج بالقرآن وأنا بقول لا تذهب حتى لمعالج القرآن فطلع ساحر وأدجال وهي ذكرت الحديث بمعناه أنه من أتى كاهنا أو عرافا من تقبل له صلاة أربعون يوما طيب لو صدقه وقال له عمل وهو سد أنه عمل بدليل أنه حمتها عملالها وكيف عارف هذا الغيب يعني؟ إيه اللي يدخلنا في هذه الدوامة؟ صحيح ونحن نعتقد إحنا كمسلمين يعني نعتقد اعتقادا جازما قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى حتى النبي محمد نفسه صلى الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكسرت من الخير وما مسني السوء يطلع إيه صاحبنا أو صاحبهم الدجال ده ولا الساحر ولا الراقي ولا المعنى يطلع إيه في النهاية؟ هيطلع من هذه النوعية التي تدعي شيئا من علم الغيب والعياذ بالله فلا يجوز إطلاقا الذهاب إليه مطلق الذهاب يفسد صلاة صلاة الإنسان لمدة أربعين يعني الذهاب فقط بدون اعتقاد شيخنا الحبيب؟ مطلق الذهاب دون أي اعتقاد ما هو حديث عائشة من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة لكن هنا شيخنا الحبيب هي تقول نقطة مهمة يعني تقول أنني في البداية لم أكن أعلم ماشي لعلها أن تكون معذورة بينها بين الله عز وجل لكن تخال لما أنا أجازف في هذه المجازفة والورطة الكبيرة أذهب إلى واحد من هؤلاء فيعني تفسد صلاتي لمدة أربعين يوم طيب ولو أنه انشغل وصدق آه صحيح فعلا كلامه صح النحاماتي عملالي لإني من ساعة ما جتني أو رحت عندها وشربت وكلت والدنيا تقلبت إذن أنا خلاص صدقت صدقت تشخيصه ودعواه نعم طيب شو بقى الورطة اللي هي أشد وأسوأ لا يعني فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والكفر هنا طبعا يعني قد يكون كفر عمل وقد يرقى إلى ما هو أسوأ من هذا والعياذ بالله فإحنا في غنى عن هذه الورطة جميعا يا إخوة يا أخوات عالجوا أنفسكم بأنفسكم برقية القرآن ورقية الأذكار والأذعية النبوية ولا داعي إطلاقا للإنشغال بالتشخيص ولا داعي إطلاقا للذهاب إلى معالج حتى ولو كان يعالج بكامل القرآن الكريم أو بكامل السنة النبوية والله أحلى نعم وكما ذكرت فضلت لك شيخنا الحبيب يعني في القرآن ما يكفي في أذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي نعم هي هو الإنسان المسلم اللي هو المستقيم نعم الوقاية خير من العلاج الوقاية خير من العلاج عنده أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار ما بعد الاستيقاظ وأذكار الخروج من البيت وأذكار الرجوع للبيت نعم وأذكار بعد الأذان سبحان الله وعلا وأذكار بعد الصلاة نعم وأذكار إذا دخل السوق وأذكار 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 لو أنه حرص على هذا الهدي النبوي في الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة لك هذا في حرز يومه حتى لو الإنسان وفق لقراءة آية الكرسي وعندنا حديث الشيطان الذي تمثل في صورة سارق التمر من بيت مال المسلمين في قصة أبي هرير رضي الله عنه في النهاية في المرة الثالثة لما أمسك به قال أنا أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان فرح بذلك أبو هريرة قال ما هي قال آية الكرسي كفاية الإنسان يقرأ حتى آية الكرسي صبحا ومساءا وعند النوم لو لم يتذكر من الأذكار شيئا أو لو لم يحفظ منها شيئا ستكون آية الكرسي حرز له لا يقربه شيطان والله أحب تمام شيخنا الحبيب هنا مع ذلك الشيخنا الحبيب يوجد شق ثاني للسؤال ولم أقرأه في المرة الأولى هي تقول كيف أتوب إلى الله عز وجل مما فعلت ونصيحة بشأن نحماتي لأنني لا أنساها لأنها في الحقيقة تعكر علي حياتي طوال اليوم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والله 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 نذكر أختنا أو بنتنا السائلة بالتوبة التوبة مما وقعت فيه نعم إيه هي التوبة؟ التوبة هي الندم على ما فعلت والعزم الأكيد على عدم العود مرة أخرى نعم ثم كسرة الاستغفار والعمل الصالح وترجو من الله عز وجل تدعو الله عز وجل أن يتقبل هذه التوبة وأن يوفقها إلى عمل صالح يكون أسقل مما فعلت من الورطة بتاع الذهاب إلى الدجال أو العرف هذه بخصوص الحل الشق الأول من السؤال أما الشق الثاني من السؤال فيا بنتي أنا لا أملك لك حيلة ولا سبيلة أنا ذكرته في إجابة الشق الأول من السؤال منذ قليل أنه فك الاشتباك بين الزوجات والحموات شيء أصبح من يعني أقرب إلى المستحيلات نعم للزوجات للأسف الشديد تعتبر أن هؤلاء الحموات هن أمهات أزواجهم صحيح دي أم حبيبك حبيها ولو فعلت ما فعلت عشان خطر حبيبك ده عشان خطر هي أندبت هذا الحبيب صحيح اللي انت ارتبطت فيه بعقد نكاح صحيح فأنت يمكنك أنك تكسبيها بأنك تطيعي لها فيها حاضر يا أمي منورة يا أمي إزاي حالك يا أمي مكالمة تليفون لطيفة ورقيقة تزيل كل هذا ادخلي عليها بالسلام والتحية ادخلي عليها بهدية بسيطة مش من جيبك ده من جيب ابنها صحيح صحيح كثير من الأمور ويمكن نعمل هدمة بين الجوجات والحماوات تكون هدمة إيجابية وإن تجددت بين الحين والحين يعني والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشيقنا الحبيب جزاك الله خيرا أستسمح فضلك في فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى تبقوا معنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام عدنا عليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش وجد التحية والترحيب بشيخنا الحبيب يا مرحبا سيدنا أهلا وسهلا لأستاذ أحمد رضي الله عنكم شيخنا الحبيب شيخنا الحبيب نستكمل مبدأناه قبل الفاصل من أسئلة لمشاهدين الكرام سائلة كريمة تسأل تقول الوالدي يبلغ من العمر 72 سنة لكنه للأسف لا يصلي وقد حدثته كثيرا في الصلاة ولكنه لم يستجيب فبما تنصحني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد والله يا بنتي في الحقيقة هذه مأساة وهذه كارثة إنه الإنسان يبلغ من العمر عتية وإلى الآن إلى سن ما فوق السبعين ولا يصلي يعني لم يعتبر بشيء في حياته أبدا لم يعتبر بما منحه الله عز وجل من صحة وعافية فيكون تكون مواظبة على صلاة أقل شكران لله عز وجل ألم يمنحه الله عز وجل بالولد وبالبنت ألم يزوجه الله عز وجل ألم يغنه الله تبارك وتعالى ألم يفرض الله عز وجل علينا الصلاة فريضة الله تبارك وتعالى الدائمة على جميع الخلق على جميع الأمم كل الأنبياء والمرسلين كل دعوات الأنبياء والمرسلين الصلاة فيها ركن الركين فالصلاة فريضة الله عز وجل وهي ركن الركين من أركان الإسلام الخمسة ويعني أجمعت الأمة بعلمائها وأئمتها على أن من ترك الصلاة جاحدا لفرضيتها منكرا لوجوبها فقد كفر بالإجماع نصره العافية وما ورد من تحذيرات نبوية في شأن تارك الصلاة وما ورد أصلا من وعيد على تارك الصلاة في كتاب الله عز وجل شيء فضيع شيء لا يتخيله إنسان ورا يطيقه أحد ويكفي في هذا حديث مريدة رضي الله عنه العهد الذي بيننا وبينهم يعني بين المسلمين وبين غير المسلمين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعهد بالله والإنسان لا يرضى لنفسه إطلاقا إطلاقا حتى لو فهم الكفر هنا في حالة الكسل والانشغال عنها لا في حالة الإنكار والجحد لفرضياتها حتى لو فهم أنه كفر عمل أو كفر أصغر فموضع كارثة الكوارث موضع يعني أكبر الكبائر نعم يعني حاجة مش بسيطة مش هينة ويكفي إنه حكم الشخص في هذه الحالة مختلف فيه بين أهل العلم يذهب الإمام أحمد إلى إنه كافر في الحالتين سواء متكاسل أو جاهد سواء متكاسل ولا جاهد منكر فيعني شيء يعني شيء لا يمكن أبدا لإنسان مسلم أن يتخيل أن عاقلا رشيدا لا يصلي ولا يقيم فرض الله عز وجل ولا يأتي بهذا الركن الركين وهو أول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة نعم كما أرى في حديث أبي هرائب أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته فلو وفت هذه الصلاة حيكملوا على سائر عمله وإذا لم توفي صلاة والعياذ بالله فقد خاب وخسر شيخنا الحبيب هذا الحديث الذي ذكرته وهو حديث مرعب في الحقيقة يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترقاه فقد كفر هذا حديث صحيح نعم نعم الحديث صحيح ومعناه مرعب نعم والأشد منه رعبا نعم المصير اللي يلقاه تارك الصلاة يوم القيامة قالوا ما سلككم في سقر سقر دي مش فندق ثلاث نجوم وتنين سكنين في فندق سبع نجوم يا رب سل سقر دي أحقر وأسوأ أو دي تنهر والحياذ بالله نعم كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلي أول كارثة أول مصيبة فعلوها قالوا لم نكن من المصلي نعم فأنا أنصح بانتماء السائلة إن هي تكسر من الدعاء لأبيها أن يفتح الله قلبه وعقله للصلاة نعم وأن يرزقه الله عز وجل حسن الخاتمة بأن يدرك ما فاته من الصلاة قبل أن تعاجله منيته نعم لأنه إذا مات الإنسان وهو تارك للصلاة فلا تسأل عنه نسأل الله لنا وله العفوة والعفيان أنصح أن هي تذكر برفق وليل وتكسر له الدعاء فمن لم تأتي به الدعوة ربما أتى به الدعاء فالله عز وجل يهدي من يشاء إلى صلاة المستقيم والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب هنا شيخنا الحبيب سائلة كريمة تسأل تقول أنا خريجة كلية الصيدلة عمري 27 سنة تقدم لي طبيب عمره 31 سنة وهو إنسان محترم ويبدو أنه مهزب لكنه سألته عن الصلاة فقال لي أنه لا ينتظم في الصلاة وهو مدخن فبما تنصحني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد باختصار شديد أنصح ابنتنا ألا توقع نفسها في هذه الورطة خلقه على العين والرأس ومهزب على العين والرأس ومتفوق في شغله وإنجازه العلمي وعمله كصيدل على العين والرأس لكن معنا آفتان يعني مصيبتان المصيبة الأولى اللي هو ترك الصلاة أو عدم الانتظام في الصلاة وهذه من أكبر الكبائر نحن يسا كنا بنتحدث صحيح نحن أسأل ترك الصلاة نعم هذه من أكبر الكبائر ومن لم يؤتمن على صلاته لا يؤتمن على ما دونها والكارثة التانية إنه هو مدخن نعم وللأسف الشديد مع أن التدخين في ذاته حرام لكنه أيضا وسيلة إلى ما هو أقبح منه لأنه ما أحد شرب مخدرا إلا وقد كان مدخنا قبلها تقصد أنها سلم يعني سلم يعني وسيلة والمحرمات يركب بعضها بعضا ويمحد بعضها لبعضا كما أن الطاعة تمهد لأختها فكذلك المعصية تمهد لأختها أيضا فهاتان كارثتان لا يمكن لإنسانة أن تغامر بأن ترتبط بمثل هذا الإنسان مع كونه خلوقا ومهذبا ومؤذبا وابنعيلة ومستوى الاجتماعي كل الكلام ده في كفة لا تزم إطلاقا هاتين الكارثتين إنه تارك للصلاة أو غير منتظم في الصلاة نعم وإنه مدخن فمن لم يؤتمم على حلال الله عز وجل وحرمات الله عز وجل يعني أنفض يديك منه فأنا أنصح البنت الله يكريمك يا بنتي لا تغامري ولا تطورتي هذه الورطة وبعدين تيجي تشتكي بعد كده أنه هو باقي على حاله مش منتظم في الصلاة من الأول نصحناك مدخن ومش طيئة دخان نحن نصحناك من البداية وحسن الاختيار من البداية على الأقل يعذر الإنسان عند الله عز وجل أنه اجتهد وأخذ بالأسباب وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه دينه يعني إقامته لدينه مع الله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وواء إلى آخره وخلقه يعني حسن معاملته للناس فاللي وقف عند حلول الحلال والحرام ومقيم على واجبات الله عز وجل دعا العين والرأس إنما المفرط يخشى أن يزداد تفريطاً وأن لا تستطيع تقويمه فيما بعد هذه نصيحاتي والله أعلم ومن ترك شيئاً لا عوضه الله عز وجل بخير منه وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا الحبيب هنا سائلة كريمة تقول أنا أنفق على أبي وأمي وهم مرضى بأمراض مزمنة وأنا الحمد لله منتظمة في الصلاة جداً ولكنني أعمل في مؤسسة من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساءاً معدل حوالي 12 ساعة وأرجع إلى البيت متأخراً ولا أستطيع الصلاة أثناء العمل فأنا أقضي الصلاة عندما أرجع مع بعضها يعني فماذا أفعل وهل صلاتي صحيحة أم لا أم أنني أترك هذا العمل وأبحث عن عمل آخر الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله وبعد وطبعاً في البداية نحمد الله عز وجل إلى هذه البنت أنها يعني مجتهدة في أن تسد حاجة أبويها وأن تنفق عليهما وهما مرضى ويحتاجان إلى هذه الرعاية وهذه النفقة فجزاها الله عز وجل خير الجزاء على ما فعلت وهذا شيء من بر الوالدين الواجب على ابنهما أو ابنتهم نعم أما الشق التاني من المشكلة وهي أنها بسبب عملها لا تستطيع أن تصلي أنا لست معها في هذه الدعوة لأنه حتى الجندي اللي واقف على الثغر من الثغور والحد من الحدود لا شيء يمكن أن يمنع الإنسان من الصلاة يعني هي إذا أرادت عزكم الله إذا أرادت الدخول إلى المرحاض ألا تدخل لتقضاء حاجتها؟ طيب يعني أنت مصلاة ربنا أوجب عليها من قضاء حاجة المرحاض فكما تدخلين المرحاض إذا اضطررت إلى ذلك هو نفس التوقيت الذي ستتوضئين فيه وتصلينا الظهر أربعا في أربع دقائق توضأت في دقيقتين وصلتي في أربع دقائق بالله عليك حتى ولو كانت جراحة عالمية تجري جراحة قلب مفتوح خمستاشر ساعة وستاشر ساعة والله عصرت أحد أساتذة الجراحة العامة الله يرحمه رحمه الله دكتور محمد قناوي كان أستاذ الجراحة العامة في طب القاهرة طب القصر العين رحمه الله وكان رجلا من خيار الناس ومن أفاضل الناس رحمه الله رحمه الله كان يسألني يقول يا مولانا هل يجوزوا لي والعملية بتستغرق أحيانا عشر ساعات وأكثر في بعض الحالات يعني أن أجمع بين الظهر والعصر والله يجوز والله يجوز لو جمعت بينهما تقديما أو تأخيرا يجوز وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا وهو منشغل في عملية جراحية يعني قلب مفتوح قدامه ولا بطن مفتوح قدامه مش أنا مثلا موظف ولا طبيعة عمل بنتنا مثلا في التمريد ولا في أي عمل يعني لا هذا عمل أدقه أخطر كتير عشان في حياة إنسان على التربيزة قدامه نعم لكن هنا شيخان الحبيب يعني نقطة دائما ما يتكرر فيها السؤال وهي أن العامل أو العاملة أو الموظف المصطف يجد تعنتا من صاحب المكان أو صاحب المؤسسة يعني قد يجد واحدا يرفض هذه الصلاة أخبر حضرتك فإن كانت هذه هي طب يا أستاذ أحمد خليني أجاريك أو أجاري هذا الافتراض يعني هل صاحب العمل سيمنعني من قضاء الحاجة؟ أنا لا أتوقع هذا يعني لا يمكن لا يمكن يعني صلي خفية يا أخي اقضي حاجتك في المرحاض أعزكهم واتوضى وصلي خفية يعني أنت أنت إمرأة أنت لو كنت جالسة على كرسي عملك نعم لو في مكتب ولا أمام بوابة ولا شيء صلي وانت جالسة نعم فليس هناك عذر يبرر أن إحنا نترك صلوات اليوم بالكامل وبعدين يوميا 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 لا مش ممكن وبعدين نقضيها آخر اليوم صبح ظهر عصر مغرب عشان نعم تعرف حضرتك في بعض من أهل العلم وكان شيخنا شيخ محمد بن عسيمير رحمه الله تعالى كان يتبنى هذه القاعدة ويقول أن العبادة الموقوتة كما أن الموقوت يعني بوقت معين كما أنها لا تقبل قبل وقتها فهي أيضا لا تقبل بعدها سبحان الله وقياس معقول جدا يعني قياس رهين صحيح شيخنا ده كان طبعا أسطورة في الفقه والأصول صحيح يقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هل يجوز للعبد أن يصلي الفجر قبل أذانه؟ لا كذلك لا يجوز له أن يصلي بعد خروج الوقت هل يجوز أن الإنسان يصلي العصر قبل أذانه إلا أن يكون مسافرا يجمع أو في حالة تسمح له بالجمع بين الظهر والعصر تقديمًا أو تخيرًا لا يجوز على الإطلاق فكما لا يجوز صلاة الوقت قبل حينه فلا يجوز صلاته بعد حينه بعد فوات وقته إذا كان الإنسان يترك هذا عمدًا نعم فننصح بنتنا أن هي تغير فكرتها دي وأن هي تستعين بالله عز وجل وتصلي الصلوات في وقت عملها حتى ولو كان خفية خلسة بعيدة عن صاحب العمل لأن فريضة الله مقدمة على كل شيء الله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا الحبيب هنا سائلة كريمة تسأل تقول أنا أدفع مرتب محفظ القرآن اللي بجواري في المسجد بشكل شهري منذ سبع سنوات فهل ما أدفعه يعتبر صدقة جرية أم أن الأفضل أن أدفعه في مصاحف للمسجد أو في حفر آبار أو ما شبه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يعني أقول بارك الله في أختنا السائلة أنها تبدل من مالها للأخين محفظ القرآن نعم نعم ما تفعل ونعم المال الصالح للعبد الصالح أو مع العبد الصالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليه لأن هذا الأخ محفظ للقرآن نعم فلو أنها أنفقت عليه كفالة لطالب العلم كفالة لمعلم القرآن فإن هذا من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات عند الله عز وجل ولذلك أنا أنشدها أن تبقى على هذا الأمر خاصة في ظل حاجة أخينا محفظ القرآن لهذا المال أو لهذا الواجد وزدنا أنه معها له سبع سنين بتقول يعني فبارك الله فيها وربنا يتقبل منه ومنها وخليك إثبتي على هذا العمل فإنه من القربات والطاعات نعم حتى أن شيوخنا كالشيخ ابن عثمين رحمه الله واللجنة الدائمة وفتوى دار الإفتاء المصرية كل هؤلاء اتفقوا على أنه يجوز حتى أن يدفع لمعلم القرآن ولإمام المسجد إن احتاج من زكاة المال يعني كفال الطالب العلمي من زكاة المال أدخلوها في بند وفي سبيل الله في سبيل الله يعني الغزو والجهاد في سبيل الله يعني الدعوة إلى الله عز وجل ولوازمها لوازم الدعوة الداعي نفسه صحيح لوازم الدعوة المحفظ لوازم الدعوة الإمام الخطيب حتى من زكاة المال يجوز نعم حتى من زكاة المال يجوز والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم طب هنا شخنا الحبيب كان فيه شق ثاني في السؤال وهو هل لي صدقة جارية أم لا؟ ما استمرت عليها إن شاء الله هي صدقة جارية كل ما يداوم الإنسان عليه يقال أنه صدقة جارية في فارق بين الصدقة العابرة والصدقة الجارية يعني الصدقة التي يستمر صاحبها عليها من ناحية ويستمر إجراء أجرها عليه أيضا من ناحية الأخرى وهو إن شاء الله من الصدقة الجارية هنا أنا أستوضحها بعيدا عن السائلة الكريمة لأفهمها يعني أنا ما كنت أعلمه أن الصدقة الجارية التي يموت الإنسان فتظل هي في ميزان حسنية بعد وفاته وهذه الصدقة التي تسأل عنها أختنا أيضا هي تظل أجرها يجري عليها حتى بعد مماتها لماذا؟ من تفع هذا الأخ وما نفع الله به كل هذا يجري إن شاء الله مساهمة في هذه الأجور في هذه الأجور المتتابعة إذن هنا ليس الأمر قاصرا على أن تقوم بمشروع خيري مستمر لا يا خبيل هذا مشروع مستمر أيضا المحفظ ذا بيحفظ عشرة والعشرة دول بعد شوه يكونوا محفظين حفظوا عشرة والعشرة التانيين حفظوا ألف وهيحفظوا مية إلى يوم القياة إن شاء الله هذا خير دائم وأجر دائم وصدقة جارية والله أحلى شيخنا الحبيب فضلة الشيخ شعب النرويش جزاك الله عننا خيرا وراضي الله عنكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا شكرا الله لكم مشاهدين الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا على أن نلقاكم في لقاء آخر في برنامج أهل الذكر لصحبة نخبة من أهل العلم والفضل للرد على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون